أكثر ما تحتاج إليه القضية الفلسطينية ونصرة الأخوان في غزة هي التضامن العربي الذي يجب أن يكون بشكل تنظيمي أكثر من ذلك وبقوة داعمة جهود كثيرة تبدل هنا وهنالك لكن نحن على أبواب الآن قمة عربية تعقد في الرياض هذه القمة هي شكل من أشكال التضامن العربي ونعول عليها الكثير اسمحوا لنا أن نرحب داخل الستيديو في بيت لكل من استيديوهات التلفزيون الأردني بسعادة السفير السابق الأستاذ زياد المجالي أهلا ومرحبا بك سيدي أسعد الله نهاركم سيد الكريم التضامن العربي الآن فعلا غزة بحاجة إلى تكثيف الجهود العربية وبأن يكون هذا النظام الإقليمي العربي أكثر تنظيما حتى نتمكن أن نكون لدينا أوراق ضغط باتجاه ما يجري في أرض غزة على الأقل وقف لإطلاق النار وأيضا وجود هدنة لوقف النار تفضل أشكرك حقيقة هو أيضا مطلب شعبي تظاهرات التي عمت عواصم العالم العربي وعواصم العالم الأجنبي كانت تأييدا للأشقاء الفلسطينيين ولكن التضامن العربي كان ملحوظا في قمة القاهرة للأسف أن الجانب المشارك الغربي لم يكن متوافقا مع المطلب العربي الذي كان يدعو إلى وقف إطلاق النار حتى نتمكن من التحدث عن كل القضايا الأخرى بما فيها إنقاذ الإنسان في غزة الآن لدينا كانت دعوة من الأشقاء الفلسطينيين لقمة عربية تقرر أن تكون يوم 11 أكتوبر ونحن في الأردن توجهنا دائما أن نحافظ على الحد الأدنى من التوافق العربي وهذا ضروري لأنه يعطي رسالة للجانب الغربي لتغيير مواقفه الداعمة دون شروط للجانب الإسرائيلي خاصة بما يتعلق بالامتناع عن حث على وقف إطلاق النار نلاحظ نحن هذا التوافق العربي أيضا توفر في القمة التي عقدت في عمان مع وزير الخارجي الأمريكي لم نصل إلى نتيجة معه ولكن الجانب العربي كان متوافق أن هذا هو الحد الأدنى الذي نطلبه من أجل مساعدة أشقائنا في غزة لذلك نحن نتأمل أن القمة العربية القادمة ستخرج برسالة واضحة تؤكد بداية أن هناك موقف عربي موحد لأنه بخلاف ذلك سينعكس سلبيا على العمل العربي المشترك بشكل عام وعلى أشقائنا في غزة سواء كنا نتحدث عن المواطنين الذين يأملوا أن يكون هناك نتائج إيجابية تنقذ أرواحهم أولا نتأمل ذلك سيد الكريم الآن نتحدث عن ما هي الفرص الآن التي أمامنا نتحدث في البداية كان منذ بداية الطوفان الأقصى هناك تحالف واتفاق واضح وموقف ثابت وواضح وواحد من قبل الأردن باتفاق أيضا مع الشقيقة مصر الآن ويبدو أن هناك الدائرة تتوسع على سبيل المثال نقول ما هي الفرص الآن أمامنا كتحالف وأنت تعلم التحالفات كم تبني قوة بين الأردن مصر السعودية الإمارات قطر سيدتي خليني أجزئ الإجابة إلى جزئين الجزئ الأول يتعلق حقيقة بمواقف مباشرة نحن رسمناها وتوافقنا فيها مع الجانب المصري بداية لأن هناك غموض كان في التحرك الإسرائيلي خاصة في الطروحات السياسية عندما كان هناك طروحات تتحدث عن تهجير أهل غزة إلى سيناء وأيضا نغمة أخرى كانت تتحدث عن خلق أجواء متشنجة أيضا في الضفة الغربية نحن رسالتنا كانت واضحة أن تحريك أهل غزة إلى مصر مرفوض وهذا كان الموقف المصري الواضح لأن هذا التهجير يتبع أيضا تلك النوايا التي في ذهن زعماء المستوطنين المستعمرين في الضفة الغربية فلذلك نحن خرجنا بالعنوان الرئيسي أن هذا خط أحمر وهذا بمثابة إعلان حرب هذا هو الموقف الذي وجدنا أيضا دعم عربي له الجانب الآخر في الإجابة على سؤالك وأختي أنه تحرك جلالة الملك ليس فقط على الجانب الأوروبي ولكن مع الأشقاء تحرك جلالة الملك في مجموعة من الدول ثلاث دول خليجية أيضا كان الهدف منه التهيئة لموقف عربي أكثر تناسكا بالحد الأدنى من التوافق في القمة القادمة إضافة إلى أن هناك دعم لاحظنا من الشقيق الإمارات العربية بما يختص بدعم معين مباشرة باستقبال الأطفال الذين يحتاجوا إلى علاج في مستشفيات الإمارات وأيضا نحن نتحدث عن انفعالات شعبية موجودة في العراق لاحظنا في العاصمة المصرية الموقف الشعبي هذا حقيقة لا أريد أن أقول أنه ضاغط على القيادات لأن القيادات سبقت في الحقيقة المواقف الشعبية كم هذه المجموعة العربية التي اجتمعت في أكثر من لقاء في عدد من المفاصل في طوفان الأقصى نتحدث عن الإجماع الأمم في الأمم المتحدة بقيادة الأردن نتحدث عن لقاء وزراء الخارجي العرب في عمان الآن نتحدث عن قمة قادمة إلى السعودية في الرياض الآن كم هذه المجموعة العربية فعلا على تناغم وتمازج مع الصوت الشعبي العربي سيدتي يمكن كثير من الناس يعتبروا أن هذا تحركات سياسية دبلوماسية ربما لا تؤتي أكلها عندما نتحدث عن ما يحصل في الشارع في غزة ولكن في الحقيقة لا في السياسة والدبلوماسية هذا التحرك وهذه المواقف لها وزنها ولها تأثيرها في العلاقات الدولية هذه لها تأثيرها الدول ذات الصولة والجولة الآن التي تعطي نوع من العذر للجانب الإسرائيلي للاستمرار في استعمال الآلة ضد المدنيين تضع في اعتبارها مستقبل علاقاتها مع هذه الدول وهذه الدول ليس منظومة استراتيجية في منطقة الشرق الأوسط فقط ولكن في أبعاد كثيرة سواء نتحدث عن الاقتصاد وغيره لا يأخذ حساب خاصة خاصة لأن مجموعة الدول التي تحدثنا عنها في اللقاءات لجلالة الملك هي الدول على علاقات ممتازة مع الحليف الأمريكي لذلك مطلوب من الإدارة الأمريكية أن تعيد الحساب في أوراقها أنا دائما أتحدث عن أن هناك للأسف حسابات ضيقة تتعلق بانتخابات أمريكية في نوفمبر القادم وهذا طبيعي ولكن الآن بدأت من ملاحظة والقراءة ما يحصل لدى الإعلام حتى الغربي أن الحسابات الآن بدأت لما يمكن أن تؤثر عليه تلك المواقف في صناديق الاختراع طبعا بعد أن كان هناك مظاهرات اقتربت من مئات الآلاف سواء كنا نتحدث في واشنطن أو ميتشيغان أو شيكابو ونيويورك طبعا وهذه مظاهرات يعني شارك في نيويورك أيضا يهود أمريكان لأنهم ضد التحرك الصهيوني الذي للأسف يتخبط الآن لأنه مواجهته في غزة كانت صادبة ولكنه لا يعلم أنه ألغى ثقافة السلام من ذهنية الجانب الإسرائيلي وبالضرورة إذن من ذهنية الجانب الفلسطيني والعربي بشكل عام والحصاد المستقبلي سيكون على جانب كبير من الإساءة لإسرائيل ذاتها قبل أن نتحدث عن خسائرنا أكيد سيد الكريم لنصرة القضية الفلسطينية هي الإسرار على استدامة المساعدات هذول شعب لازم ندعم صمودهم الآن لأقل مقومات الحياة سلبتها إسرائيل من هؤلاء الأبرياء الآن كم المساعدات واستدامة الحياة من إرسال استمرار تدفق المساعدات الإنسانية الأردن كان له السبق في كسر هذا الحصار بإرسال طائرة سلاح جو أردني بقيادتنا شامانا قواتنا المسلحة سلاح الجو وكان هناك عملية إنزال لاستمرار وديمومة العمل في مستشفى الأردني في غزة الهيئة الخيرية الهاشمية أيضا بدلت جهدها الكبير جدا أيضا للتدفق هذه المساعدات كم بحاجة أن هذه المساعدات تتدفق بشكل عربي قوي بشكل أكبر من خلال معبر رفاح الحقيقة أنه الآن كل الحديث في الحوار الدبلوماسي مع الجوانب الذي لهم قول وضغط على الجانب الإسرائيلي هو في تحقيق الفسح التي تسمح بدخول هذه المساعدات كلنا يعرف أن المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة لا تعادل في أحسن الظروف 30% من الوضع العادي الوضع هناك مأساوي نعم ولكن اللقاءات هذه العربية حقيقة وخاصة أن توقعي أن القمة على جدوى الأعمال سيكون تخصيص مساعدات عاجلة وكريمة لتنقذ الجانب الفلسطيني بما يحتاجه مباشرة ولكن أنا من وجهة نظر دبلوماسي أقول أن ذلك يجب أن لا يكون أيضا إلى موجه لإعادة البناء لأن ما هدم في غزة هو مسؤولية دولية ليس فقط مسؤولية عربية وعلى تلك الدول التي أعطت الرخصة غير المقطوعة للجانب الإسرائيلي لإحداث هذا الدمار أن تتحمل مسؤولياتها في الوقت الذي تتوقف فيه آلة الحرب ونعود بعدها لبناء قطاع غزة وأيضا لتمكين الإنسان من الاستمرار على أرضه وعدم التفكير بالنزوح نهائيا يعني التضامن العربي سعادة السفير والتنسيق العربي هام جدا في هذه المرحلة على سبيل المثال الأردن كان هناك تنسيق مع الشقيقة مصر من خلال إرسال المساعدات لمطار العريش ومن مطار العريش إلى معبر رفح التنسيق العربي أيضا ضروري وهم جدا يشكل أوراق ضغط على الجانب الآخر هو في الحقيقة بما يختص بإيصال المساعدات تحديدا أي دولة تريد أن تقدم مساعدات يجب أن تنسق مع مصر لأنها بالتحصيل النهائي عرض السيادة المصرية الوصول إلى رفح لكن بتحقيق ذلك نحن لدينا على المستوى الشعبي تبرعات كانت مقدما للهيئة الخيرية الهاشمية هناك تفاعل رسمي وشعبي بهذا الحس الإنساني الأردني تجاه أشقاء الفلسطينيين هذا يجب أن يتوسع وأنا كما ذكرت لك أتوقع أن يكون هناك توجه لدعم الأشقاء في غزة وفلسطين بشكل عام في القمة القادمة ولكن يجب أن يكون فوق المساعدات المالية رسالة واضحة رسالة واضحة وصلبة لعواصم القرار لتعرف أن الجانب العربي إذا ما استمر الجانب الإسرائيلي في الابتعاد عن كلمة السر كلمة السر هي أن هناك احتلال وما لم يعترف الجانب الإسرائيلي أن هناك احتلال ووفقا لقواعد القانون الدولي لا بد أن يصل إلى مرحلة الانسحاب من الأراضي المحتلة وتحقيق الهوية الوطنية السياسية الفلسطينية بإنشاء دولة المستقلة وعاصمتها القدس فإن ما حصل في غزة سيتكرر بعد فترة وهذا يهدد إذا كانت الآن القراءات إذا استمر الجانب الإسرائيلي في عدوانه في غزة يمكن أن تتوسع دائرة المعارك وينخرط فيها أطراف أخرى وهذا ما لا يريد أي أحد توسعة هذا الصراع لكن في المرحلة القادمة إذا لم يكن هناك تنفيذ لالتزامات إسرائيل التعاقدية وفق القانون الدولي فسيكون هناك مآسي أخرى تهدد الأمن والسلم الدوليين في منطقتنا وهذا ما حذر منه جلالة الملك في كل كلمة أو كل زيارة لأي دولة منذ طوفان الأقصى وحذر حتى قبل طوفان الأقصى بأنه قد تتوسع هذه الحرب وتؤثر على دول المنطقة وقد تتغير حتى شكل العلاقات الدولية يا سيدي طوفان الأقصى سيغير العالم لن يعود العالم كما عاد قبل طوفان الأقصى طيب يمكن أنا بقي معي دقيقتين لدينا ورقة أيضا يمكن أن تكون ورقة رابحة سيكون ثاني يوم من قمة الرياض هناك قمة إسلامية كم هذه أيضا ممكن أن تعمل على تضامن إسلامي لدول تضم أكثر ويكون تحالف أكبر سيدتي باختصار أقول حصادا وتراكما على المعركة الدبلوماسية التي قادها الأردن بالتعاون مع بعض الأشقاء العرب حقيقة يلي ذلك الموقف العربي الموحد ثم موقف إسلامي هذه المواقف تؤدي إلى تراكمات تعطي رسالة للعالم أن ما يحصل في فلسطين ليس محصور جغرافيا بهذه 28 ألف كيلومتر مربع وإنما لها تأثير على العالم وهناك من يسال الحق الفلسطيني من قبل مليارين و 200 ألف مسلم في العالم سعادت السفير زياد المجالي كل شكر لحضورك معنا في برنامج بيت للكل شكرا لك شكرا لك